السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة لاصحاب البشرة الدهنية جايبالكم منتج روعة جدا عملتلكم ريفيو عنه عن السكراب بتاعه قبل كده النهاردة عملالكم ريفيو عن الغسول بتاع ستيفز او سانت ايفز على حسب ما انتم ما بتنطقوها على السريع كده لسه اول مرة بيشوفني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش اللايك للفيديو في قناتي هتلاقوا ريفيوهات كتير عن منتجات سكين كير وعناها بالبشرة وعناها للشعر وكمان وصفات كتير كمان لو انت عروسة وبتجهزي هتلاقي في فيديوهات كتير اوي هتستفدي منها عن ازاي تختاري جهازك وازاي تختاري اجهزتك الكهربائية وهتلاقوا ريفيوهات كتير عن اجهزة كهربائية وعنتك يفات حاجات كتير اوي هتستفيدوا منها ووصفات اكل ما تنسيش اللايك للفيديو يلا بينا على الفيديو النهاردة ان شاء الله زي ما انتو شايفين كده هو ده السكراب سعره مفاجأة وهو عايز اقول لكم رهيب هو المنتج ده طالع بقاله كم شهر هتلاقوا في قناتي برضو ريفيو عن السكراب بتاعه طبعا المركة دي مركة مشهورة جدا هي امريكية وده الاصلي عليه العلامة المائية واسبتت وجودها الفترة اللي فاتت بكذا منتج من نفس الشركة دي زي السكراب بتاعها مشهور جدا جدا هما مش بيعملوا للبشرة الدهنية بس لا بالعكس فيه للبشرة الحساسة وللبشرة الدهنية وللبشرة المختلطة فيه انواع كتير طبعا انا جايبة بالمشمش ده اللي هو المناسب للبشرة الدهنية عملتلكم قبل كده ريفيو عن السكراب بتاعه ممتاز وجميل جدا ومشهور جدا 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 النهاردة هكلمكم عن الكلينسر اللي هو بتاع ستيفز هو بالمشمش منتج رهيب 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 طبعا كلنا عارفين ان اصحاب البشرة الدهنية بيعانوا في الصيف اصحاب البشرة الدهنية بيكون عندهم الخلايا اللي هي بتنتج الزيوت اللي هي بتاعة البشرة بتكون عندهم اكتر من العادي وكمان بتنتج بتفرز زيوت بزيادة يعني اكتر من احتياج البشرة طبعا الزيوت اللي بتفرزها بتفرزها البشرة بتكون مهمة للبشرة ان هي بتعمل على ترطيب البشرة لكن اصحاب البشرة الدهنية بيكون عندهم الخلايا دي بزيادة فالانتاج بتاع الزيوت بيكون بزيادة فطبعا البشرة بتاخد احتياجها واللي بيبقى بيفضل على البشرة من برة فطبعا لو تساب كده لو ما اهتمناش ببشرتنا بمسكات او بغسول كل شوية المناسب ولازم طبعا المنتجات اللي هنستخدمها كترطيب او غسول او اي حاجة تكون مناسبة لبشرتنا لان احنا بشرتنا بتفرز زيوت كتير فلازم كل حاجة نستخدمها تكون ايل فري يعني بدون زيوت خالص حتى في الميكب اه بالنسبة لل بالنسبة للغسول دوت هو المميز فيه هو بمنتجات طبيعية 100% مش دخله اي حاجة خالص اه يعني اي حاجة خالص مش طبيعية هو كله منتج طبيعي 100% اه الغسول دوت هو فيه منه طبعا احنا قلنا فيه لكل الانواع البشرة اللي هو بالمشمش ده للبشرة الدهنية هو بيساعد على توحيد لون البشرة وتنظيف المسام كويس جدا وتجديد خلايا البشرة بيخلي بيشيل كل الشوائب من البشرة بيخلي بشرتك نعمة جدا هو على فكرة اتنين في واحد هو يعني مش اتنين في واحد في نفس الوقت كمان مرطب للبشرة يعني اول مرة يعني الغسول طول عمر الغسول خاصة بتاع البشرة الدهنية هنلاحظ ان هو بينشف البشرة ده بقى لا غسول وكمان مرطب يعني هو الاتنين في واحد وكمان لو انت تستخدميه ككلنسر للميكب بيشيل الميكب بطريقة حلوة جدا هو حلو جدا طبعا هو احلى غسول امريكي ممكن انتو تجربوه بينضف البشرة جدا بيخليها نعمة بيخليها فعلا منورة بيخلي مظهر البشرة حلوة مع الاستخدام هتلاحظوا الفرق جدا جدا اكتر ميزة فينه هو ما بينشف البشرة وطبعا بيواحد لون البشرة وكمان يعني حبة صغيرين منه انت بتحطي حبة صغيرين منه وبتفضل يتدليكي بشرتك لمدة تقريبا 3 دقايق هو ما بيعملش رغاوي لان هو زي ما قلت لكم معمول من مواد طبيعية 100% فمش هيعمل معاكو اي رغاوي خالص فانتي هتمشي على بشرتك هتحط شوية على ايدك بقى كده مشي على بشرتك فحرقات دائرية كده لمدة 3 دقايق هتلاقي بشرتك هتلاقي نشف يعني نشف على بشرتك يعني بشرتك اتشربته هتقوم يشطف وشك بمية فترة عادي جدا هتلاقي واتنشف طبعا بفوتك كون قطن بطريقة الطبطبة على الوش هو بيشيل كل الدهون وكل الزيوت من على البشرة وكمان بيرطب كمان بيشيل كل خلايا البشرة البهتة بيخليها نعمة ومشرقة على طول طبعا هو حلو لكل انواع البشرة في كذا نوع فكمان بيشيل الزيوت بشكل فعال اللي هي طبعا احنا زي ما قلتلكم ان البشرة الدهنية احنا بنفرز زيوت بطريقة اكتر من العادي فطبعا المفروض زي ما قلتلكم ان الزيوت دي ان هي بترطب البشرة فالبشرة بتاخد احتياجها من الزيوت دي والباقي بيفضل على البشرة فطبعا لو ما عملناش تنظيف على طول المستمر وخاصة في الصيف يعني اصحاب البشرة الدنيا لازم يخسلوا الشوم اكتر من مرة لازم يعملوا سكرابات على طول على طول فلو ما عملناش كده الزيوت اللي هي الزيادة اللي انا قلتلكم اللي هي تبقى على البشرة دي بتفضل على البشرة مع عوامل الجو والهوى والطراب والصيف والشمس كل ده بيعمل معاكم بكتيريا والبكتيريا دي بتقدي لزهور الحبوب هو ده سبب زهور الحبوب لكن لو احنا عملنا التنظيف على طول على طول ما نخليش اي زيوت تكون على بشرتنا بشرتنا على طول تكون نظيفة اي منتجات نستخدمها نستخدمها ايل فري نستخدم المرتب المناسب فكده بشرتنا مش هيكون فيها حبوب خالص فدي من اهم المشاكل اللي هي البشرة الدهنية ان هي اكتر عرضة للحبوب هي لها ميزة ان مع قبر السن البشرة الدهنية ما بيكونش فيها تجعيد لان هي بتكون مترتبة بالزيادة لكن العيب بقى اللي فيها ان هي زي ما قلتلكم التكون الحبوب لو ما نظفناش البشرة على طول اول باول كمان من مكوناته لو لقيته هتلاقوا المكونات بتاعته مكتوبة عليه من ضمن المكونات بتاعته ان هو فيه بنسينول بنسينول ده طبعا احنا كلنا عارفين كريم بنسينول ده كريم حلو جدا بيبقى في الصيدلية حلو جدا للبشرة كمان هو فيه عسل وفيه كمان افوكادو طبعا هو فيه كذا حاجة تانية بس دي من ضمن يعني المكونات طيب هو سعره كام سعره 35 جنيه سعره 35 جنيه طبعا سعرها بالنسبة لمنتج مستورد امريكي رخيص جدا 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 يعني الحاجات اللي هي اصلا المصري بتكون اغلى من كده المنتج ده طبعا هو بتاعه 95 جنيه وفيه الاخبر بيكون اغلى الاكبر تقريبا ب140 جنيه حاجة زي كده وعمل برضو كريم مرطب حلو برضو بس انا ما جربته بس هما بيقوله حل فالكلانسر ده سعره 35 جنيه جايبه منين بقى انا جايبه من الصيدلية لكن سكراب انا كنت جايبه اونلاين وكان سعره متفاود فيه ناس كابتبيع 95 وفيه غير طبعا الشحن فاول مرة اشوف الصيدليات بتبيعه اه